طبعا احنا كلنا عارفين موضوع زيارة الرئيس زي ما انا كنت كده بتكلم مع زميلي الرئيس راح في جاولته التفقدية للاكاديمية العسكرية المصرية من ناحية تانية الاكاديمية الوطنية بقى مش الاكاديمية العسكرية الاكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة اصدروا بيان مشترك انا اشوفوا بيان رائع وعظيم ومهم طيب البيانة المشترك حاول تبني الاكاديمية الوطنية للتدريب وحياة كريمة لتبنيهم للطالبة المتفوقة من نطلع عماد ما شاء الله يعني أنا الحقيقة لما قريت التفاصيل الخاصة منه الحقيقة حاجة تشرف وحاجة تفرح بجد يعني البنوتة اللطيفة الظريفة المتفوقة واللي حصلت على المركز الأول على المرحلة الإعدادية على محافظة كفر الشيخ تحديدا بظروفها الصعبة دي وبعدين الرئيس يعرف كل هذه الظروف وفي نفس الوقت الظروف ما خلتهاش ما تتفوقش فيبدأ يوجه بأنه ضروري أن إحنا نساند هذه الفتاة المتفوقة في إطار التبني العام المعروف عن الرئيس وعن مبادرة حياة كريمة وعن الأكاديمية الوطنية للتدريب في أنه نتبنى الموهوبين ونتبنى المتفوقين فهتتكفل الأكاديمية والحياة كريمة بتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لهذه الطالبة المتفوقة في كل مراحلها التعليمية القادمة لحد ما تتخرج من الجامعة بإذن الله سبحانه وتعالى ده جاي زي ما بقولك في إطار إيه تكليف الرئيس بتبني هذه الطالبة بالإسم تعليمياً ظروفها الأسرية صعبة جداً ومصر شايفة إنه لازم نقف جنبها علشان تفضل مستمرة في هذا التفوق الدراسي والتفوق العلمي في يوم من الأيام إن شاء الله نشوف هذه الطالبة وهي عالمة كبيرة تشرف مصر كلها